نعم أختها حلمت بزوجتها أخت الزوج نعم كأنها حامل بتوأمين طيب خير إن شاء الله عموما نقول أن إذا المرأة حامل في المنام ورأوا لها الناس رؤى أنها فيها توأم أو حامل في توأم دائما المرأة إذا كانت متزوجة سواء حامل أو غير حامل رأت لنفسها رأوا الناس لها رؤية أنها حامل بتوأم أو غير توأم أو حامل فدائما تفسر وتعبر بالحمل بذرية أبناء كما قال سبحانه وتعالى فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب نعم العلم عند الله معنا اتصال من أم جراح تفضلي السلام عليكم شيخ رحمة الله وبركاته شيخ أنا حلمت وكنت نفاس يعني خمسة أيام بنفاس وحلمت أن مرة لابسة أسود بأسود يعني مو بي منها ولا شيء كله أسود بأسود وجات ومسكتني مع صدري وكان ترفع القطول اللي على وجهها كان في شيء يعني بيدها بس ما عدري شنو الشيء اللي بيدها انفقتها بوجهي تقول لي موتي 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 وفزعتنا من الحلم ما عدري يعني كونت فيت صداع يا أم جراح نعم فيت صداع بالرأس كان فيني صداعي وألم بالظهر بعد ولا لا 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 بالظهر لا بس كان معي صداع بالرأس طيب طيب خير يا أم جراح هذه امرأة عدوة والرؤية هذه تبين على أنها تتعامل بالسحر والشعوة ذات كونها تنفخ وتقول موتي ربنا تبارك وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم قال من شر النفاثات في العقد فهذه امرأة تتعامل بالسحر والشعوة ذات خلي بالك عن نفسك دائما اقرأ صوت البقرة دائما شغل صوت البقرة في البيت في المسجل حافظ على الأذكار الصباح المساء قبل النوم أي امرأة تشكين أن عندها شيء من الحسد شيء من السحر لا تدخل عليك ولا تدخلي عليها والعلم عند الله نعم مسج نعم هذا رجل غير متزوج رأى في المنام أنه يمشي والناس يقولون له أن هذا عتقاء الله من النار أقول المشي في المنام يدل على طلب الرزق كما قال سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ويدل أيضا على العبادة والتقرب إلى الله في الطاعات والعبادات كما قال سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين مشون على الأرض هون والناس هم شهداء الله في أرضه كما قال عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرضه فإذا أحسنوا الناس على الإنسان بالكلام طيب معنى ذلك أنه يكون من أهل الإحسان كون يقولون هذا من عتقاء الله سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى يعتقاه إن شاء الله من النار إذا حافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى وصحب الأخيار والعلم عند الله نعم نعم طيب هذا صاحب المسج امرأة تقول أنها تمشي في مكان مظلم وكأن أحد يرمي عليها شيء من الحشرات ورصاص أسود ومؤلمة في المنام أقول أن المشي في مكان مظلم معناه ذلك الظلام في المنام يفسر بالمتاعب يفسر بالذنوب يفسر بالمشاكل طيب كما قال سبحانه وتعالى ظلماتهم بعضها فوق بعض أما من يحذف عليها هذا إنما هذه فتن تأتيها الرصاص هذا كل كلام سيء يأتي من قريب و من بعيد ويؤذيها فنقول لها إذا كنت تمشي في طريق غير سوي طريق فيه شيء من الانحراف فعليك أن تتركي هذا الطريق تتجهين إلى الطريق الصلاح و العفاف و الطهارة لهذا إذا مشيت بهذا الطريق المستقيم فبإذن الله تبارك وتعالى يحفظك الله سبحانه وتعالى و أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله والعلم عند الله نعم